شهدت أسواق الأردن حركة نشطة خلال أيام الجمعة البيضاء قبل يومين حيث تنافست المحل الكبرى في تقديم عروض مغرية لجذب الزبائن وقد أسهمت هذه التخفيضات بزيادة المبيعات وتخفيف الضغط على التجار بسبب تكدس البضائع فعلا غيث يعني ساهمت تخفيضات الجمعة البيضاء في تحريك عجلة الاقتصاد وزادت المبيعات وارتفعت إرادات التجار كما أنها أتاحت للمستهلكين فرصة شراء احتياجاتهم بأسعار منافسة ويمكن كلنا شفنا طوابير الناس على بعض المحلات من الأجهزة أو حتى الألبسة والأجهزة الكهربائية كل الناس استغلت هذه العروض وهذا الإشي يعني أن عاش الأسواق بعد ما أعلنت أو عانت من فترة ركود سجلت محل الملابس والأحدي الكبرى في الأردن قبالا كبيرا خلال فترة التخفيضات مستفيدة من العروض المغرية التي وصلت نسبتها إلى 70% في حين شهدت المحل الصغيرة حركة تسوق أقل بسبب محدودية قدرتها على تقديم تخفيضات بدنا نتحدث أكثر بهذا الموضوع بدنا نرحب بالستوديو بضيفنا الأستاذ سلطان علان نقيب تجار الألبسة والأحذية والنفتية أهلا ومرحبا فيك سيد سلطان أهلا وسهلا فيك معنا بداية كيف شفت إقبال الناس على عروض الجمعة البيضاء يعني الجمعة البيضاء هي بالنسبة أنها دايما صار يعني زي إيراث أو ورث اقتصادي موجود طبعا أنا حابة أقول كيف بلشه في القرن الثامن عشر كان فيه كساد كبير فكانت تكتب الخسائر دائما بالقلم الأحمر أو باللون الأحمر وتكتب الأرباح بالأسود فبعد دايما إحنا الجمعة البلاك فرايدي بيجي بعد عيد الشكر بالنسبة لأخواننا المسيحيين فهم فعليا بيجي يعني كموسم زي أشبه يعني بعيد الفطر بالنسبة لنا موسم عيد ديني بيكون فيه شراء وفيه تسوق كبير لذلك حققوا في بعد الركود حققوا نوع أو كم كبير من الأرباح فكانت الكتبات أغلبها باللون الأسود فقالوا أنه هذا بلاك فرايديا وفيه إشي تاني بيقول لا أنه التسمية جاءت بالقرن التاسع عشر نتيجة أنه الاكتظاظ وإلى آخره فعمل نوع من الدخان والحركة السيارات أو يعني عفون بالقرن العشرين مهما كانت التسمية كيف انتقلت إنا؟ ليش إحنا وصلتنا في من تقريبا عشر سنوات؟ السبب أنه بصراحة أول شيء العالم قرية صغيرة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي فصارت الناس اليوم يكون قاعد بالأردن بس بيشتري من البلاك فرايديا ببريطانيا أو بأمريكا أو بأي دولة كانت وبشحن أونلاين وإلى آخره بيجي النقطة الثانية اللي هي العلامات التجارية المشهورة اللي موجودة بالأردن وموجودة في كل دولنا العربية تكون مرتبطة مع آلية توقيت التنزيلات بالنسبة للعلامة الأوم وبالتالي بصير عندهم في نوع زي هيك من التلاوة للتنزيلات اللي أنا أبدأ حكيه أنه اليوم إحنا بنعيش فترة تأخر موسم شتوي وبالتالي اليوم التاجر عندنا معضلة أنه عم بيبلش البلاك فرايديا تنزيلات في بداية الموسم بينما بأميركا نوعية الموسم اللي موجود عندهم بتبلش طرح البضائع الشتوية بشهر تسعة فعنده تسعة وعشرة وحداش هو عنده تلتسعين يوم عم يبيع ببضائع شتوية شو بيجي بيعمل بيعمل بلاك فرايدي سيل ليش؟ لأنه بدي ينظف ويستعد للموسم الوراء اللي هو بعد شهر اللي هو الكريسماس عياد رأس السنة عندهم موسم شتوي آخر فأغلب العلامات التجارية هناك والألبسة بنزل الملابس الشتوية على دفعتين أو على بيعمل اللي هو بسموه الملابس الرابعي الخريفية وبعدين بيجي على الملابس الشتوية اللي بنزلها ببداية شهر 12 لذلك هم بالنسبة لهم عم بيشتغلوا لصالحهم احنا عنا المشكلة كالتالي مع تأخر الموسم المطري عم نبلش البلاك فرايدي في بداية الموسم هذا بحق قسائر عند التجار أنا اليوم معروف في الألبسة وفي كثير من السلع نحن لم نحكي عن الألبسة اليوم زي ما حكتول لأنه نحكي بالعموم اليوم بداية السلع الموسمية سواء كانت ألعاب ألبسة هدايا إلى آخره اكسسوارات بتبلش ببداية الموسم بتحقيق نوع من الأرواح للتاجر وفي نهاية الموسم بيجي التاجر بيصرف بقية هالبضاع الموجودة عنده بخسائر في الغالب أو بكلف أو يعني بأسعار مقاربة للكلف براس مالها تمام لذلك احنا منتمنى أن يكون عنا عشان هيك تجارنا صاروا راحوا ويت فرايدي وصاروا منهم يحاولوا أنه يعملوا بدأ اليوم يعملوا أكتر من يوم وصار يعملوا متأخر وفي ناس صارت تسبق مثلا زي الأدوات المنزلية تلاقيه ببلش قبل لأنه خارج موضوع الموسم فما عنده يعني فرضا التنجرة أو المقلاية أو الكذا هاي ما فيها موسم هاي موجودة على طول السنة فهو مرات بيسبق يعني احنا عم نشوف المشهد بالكامل كيف شفت الإقبال يعني على العروض اللي حانت في جمعة البيضاء شوف الجمعة البيضاء حركت عن الأيام التي قبلها حركة واضحة يعني كان يزع السوق قبل الجمعة البيضاء بأسبوع كان يلاقي فيه نوع من الركود الجمعة البيضاء عملت حركة طبعا مش في كل مناطق المملكة في بعض المناطق الصار فيها تركيز خاصة المتاجر اللي مساحتها كبيرة وهونا نطلع على المتاجر المساحتها صغيرة شدي كون وضاعها يعني احنا دايما منطلع على القطاع بكامله لأنه احنا عدد المتاجر الصغرى أضعاف أضعاف المتاجر الكبرى ولما نقول أضعاف أضعاف نلحق فيها برضو الأيد العاملة الموجودة فيها الأسر اللي بتعيش من خلالها لذلك الحركة كانت جيدة في بعض المناطق مش جيدة في بعض المناطق ولكن أجينا سألنا التجار أنه لبلاك فرايدي 2024 شو بيشكل من نسبة بلاك فرايدي 2023 قالوا أنه فيه تراجع بنسبة تقريبا 30% حجم مبيعات فيه رصدته يعني ما بتقدر تأخذ من التجار داي باي داي بس يعني احنا بنحكي بالعموم بنخلي التاجر نفسه يقارن نفسه في يوم البلاك فرايدي اللي إيجا بـ 24 مع 23 30% تراجع متوقع لأنه احنا بنحكي في ظروف سياسية جيو سياسية بنحكي بظروف اقتصادية صعبة لذلك متوقع هذا الموضوع ومتوقع شيء تاني أنه فيه شراء بيعني أنت عم بيجي كبلاك فرايدي بس أنت ما لا تشتري ممكن عم تشتري من بره للأسف طبعا لذلك احنا كان قابة منقول أنه يجب الإسراع في إنجاز قانون التجارة الإلكترونية المحلي حتى أنه يضمن عدالة للتاجر المحلي وأيضا موضوع إجراءات تتخذ في موضوع تحقيق الطرود البلدية اللي حكينا عليه قبل فترة أنه نحن بدنا العدالة مش أكتر حتى أنه ما تروح فلوس البلد لبرا لمواقع إلكترونية خارجية وممكن حنا نخليها نستفيد منها جوالبلد طب ما يعني تعرف اللغة اللي صار قبل فترة على موضوع التجارة الإلكترونية وأنه كان فيه صقف يقيد الناس بمبلغ مهين واليوم هذا قاعد يتم دراسته بشكل أوسع ولكن اليوم الناس اللي بتسأل بتقول أنت اليوم ليش تقيدني؟ أنا ما بدأ قيده مش يعني بشكل عام أنا بدأ قل له اشتري البدكية بس أول بس أول 200 دينار بدك تدفع عليهم 10% اللي هو الإعفاء اللي انت ماخده هلا بعد هيك اشتري البدك باعدكم مصررين على المتين دينار؟ المتين دينار بس هلا هو بيشتري البده يا بيشتري بألف يعني ما حدا ما حدا مانعك إنك تشتري لو ألف دينار لو عشر تلاف دينار بس أنا الفرق اللي بينه وبينه إنه أنا عم بدفع 30% كتاجر أو 35% كتاجر وما بصير الموقع الموجود برا بالصين عم بدفع 10% طب انت تجار كلكم ليه ما تعملوا منصة؟ هلا موضوعنا مش موضوع منصة موضوع منصة هي غرفة تجارة عمان شغالة فيها ومع وزارة الصناعة والتجارة وفي دعم لها الموضوع ليس موضوع منصة والدليل إنه الدول اللي عم تستفيد هم تلت دول تقريبا تلت دول رئيسية الصين تركيا وأمريكا الصين وتركيا دول صناعية المواقع الموجودة بأمريكا مواقع تجارية تنقل البضاعة الموجودة بالصين وغيره وإلى آخرية يعني عم بيعرض منصة عرض كبرى تمام؟ نعم اللي أنا بداجي أحكي اليوم أنا ليش فيه إصرار على إنه الموقع الإلكتروني الموجود بالصين يعتاش من خراب بيت التاجر اللي فيه موجود في الأردن هذا هنا السؤال هنا الطريح ليش دول العالم كلياته بتقولك بتساوي بين الموقع المواقع الخارجية والمحلية وفي ناس بتناصر المواقع المحلية إحنا شو مطالبتنا؟ أنه يعني يساوينا بتناشي يتناصرونا يعني نعتبر أنه أنت تناصرني هذا الطموح يعني صار شبه حلم بالنسبة إنا نعم إحنا عم نقول تحقيق العدالة لذلك المواطن اليوم بيشتري اللي بده إياه بس أول 200 دينار الحكومة حبت تعطي هدية إنه يجمرك ب 10% بعد هيك يجمرك بنفس الثقف اللي بتجمرك فيه التاجر للأردني بيجي واحد بقول لك طب ليش أنتو يعني زعلانين لا يا عمي في الآخر إحنا لم يمنا نبيع مش بتبيع لأيلك لأيلك المستهلك تبعنا مش إحنا المستهلك واحد والمستهلك واحد المستهلك اللي بيستهلك بيستهلك الموقع الإلكتروني هو ذات المستهلك المحتمل أو المتوقع أن يستهلك من التاجر الأردني لذلك مطلب العدالة مطلبنا هلأ نيجي نحكي كانت جزء من مطالبنا لما نقول العدالة طب يسيد يعملونا إحنا استرادة نعمل استرادنا عملونا يا عشرة بالمية ما منحكي سعدتا لا بدنا سقف ولا بدنا 200 دينار على الجهات ال بالضبط هلأ أنا طالما أنتم ما أعطتوني العدالة على أقلها لأقولكم حل فلقيت الحكومة الحل أنه الفرد له 200 دينار معفيات وبعد 200 دينار مش معفيات نعم هيك تم معاملة المواطن العادي بمعاملة التاجر الإلكتروني فعليا بالعودة لموضوع الجمعة البيضاء وشوفنا الإقبال يمكن كتير كبير قد يمكن يتأثر أصحاب المحلات الصغيرة بفكرة أنه هما بدهم يضطروا ينزلوا من أسعارهم لحتى يواكبوا هاي العروض وقدين من الممكن أنه الناس ممكن تأجل مشترياتها لهيك مواسم طيب إحنا دائما التاجر الصغير هو الأولى بالرعاية صحيح سواء كان تاجر ألبسة أو صانع أو تاجر مواد غذائية إلى آخره لذلك هناك في مفهوم في الاقتصاد بيسمون مؤسسات الصغرى أو المتناهية في الصغر دولة كتير بتروح بتساعدهم كيف بتساعدهم؟ تدعمهم مستوى ضرائب منخفض ما فيش داعي أنه يمسك فاتورة ضريبة مبيعات ما فيش داعي أنه كذا ما فيش داعي إحنا المشكلة من عامل الصغير والكبير واحد يعني أساسية التعامل مع التاجر الصغير واحدة طب أنا التاجر الصغير كيف بدي أنا أوصله لإنه يكون تاجر كبير؟ نعم إذا هو بدي يظل ضعيف بده يظل ضعيف بده يظل عامله زيه زي التاجر الكبير إذن كيف بدي أنا أوصله لهذا الموضوع؟ إلا إذا أنا بدعمه بعطيه منح إعانات إعانات إدارية مالية ضريبية بقدر أوصله فإحنا عم نقول أول شي ما فيه اهتمام بالترويج للأسواق الصغرى علما أن الأسواق الصغرى أسواق جمالية يعني أن اليوم أنت مشهد أنه رجل كبير في السن قاعد بيبيع أدوات مواد تموينية أو قرطاصية أو كذا هذا المشهد إحنا في ذاكرتنا بيحتفظ يعني برجعنا لطفولتنا صح إحنا ما كنا نشوف متاجر كبيرة لذلك هذا جزء من التاريخ اللي لا يجب أن يحترم لما أجينا مرة شفنا قانون المالكين ومستأجرين كيف جار على التجار الصغار على صغار التجار في شوارع وسط البلد في شارع الأمير محمد شارع ساحة الأمير فيصل هاي المناطق التجارية لما أسماء تاريخية يعني محفورة في ذاكرة الأردنيين تغلق بسبب قانون المالكين ومستأجرين إذن أنت لازم يكون أقلها هذا القانون يتعامل مع التاجر الصغير بنوع من الاحتضان وليس بنوع من العداوة وفرد خلال الأيام المقبلة راح يكون فيه عروض راح يكون فيه خصومات ولا خلاص ترجع الأمور زي ما كانت عليها يعني إحنا اللي بلاك فرايدي بفرض نفسه علينا مش إحنا اللي نختار هلا بعد هيك لا التاجر بده يعمل عروض أكيد وين فيه صنف شايف أنه عنده كمية كبيرة فيه ما عم تتصرف وين فيه منافسة وين فيه نهاية موسم الشتاء بشهر اثنين راح نلاقي فيه عروض أكيد وما ننسى أنه بعد اثنين راح يجينا إن شاء الله عيد الفطر نسأل الله أنه يكون عيد بدون أحسان إن شاء الله بدنا حركة سوق يعني خصوصا في ظل الظروف والأزمات بالمنطقة يعني التجار عانوا كثير بسبب الأحداث والأوضاع وكان في حالة ركود خلال الفترة الماضي بدأ شكرك كل شكر أستاذ سلطان علان نقيب تجار الألبسة والأحذي والنوفاتي على وجودك دائم ضمن برنامج بصراحة وحديثك شكرا كل شكر إليك كثيرا إذن